السيارة رقم عشرة سيارة أودي كيو الثمانية هي سيارة يبلغ سعرها حوالي 74 ألف دولار ويتتميز بتصميم هجومي شرس مع وجهة أمامية فيها شبكة عريضة وفي منتصف شعار أودي لها من الخلف مصابيح متصمدة مثل بقية سيارات أودي الجديدة يبلغ طول سيارة أودي حوالي 3 أمتار تقريبا وعرضها يبلغ المترين مما يوفر لها مساحة داخلية ممتازة ولهذه السيارة محركين أحدهما بنزين والآخر محرك ديزل ويتوفر فيها من الداخل شاشة لقياس محرك السرعة فيها ولها من الداخل تصميم أوتوماتيكي رائع يساهل على المستخدم استخدام السيارة بكل راحة وسهولة ولها مكونات داخلية رائعة من حيث المقود ومقبض القيادة وكل هذه الأدوات التي يحتاجها سائق السيارة سيارة رقم 9 هي سيارة رائعة تجمع بين الراحة والسلامة حيث توفر لك هذه السيارة الراحة التامة من حيث مقاعدها المصنوعة من جلود ومواد طبيعية وتكنولوجيتها البديهية للاستخدام وتؤمن لك محركاتها تقدما سلس في قيادتك فتعتبر هذه السيارة هي الفكرة الأولى عن الفخامة وتحتوي هذه السيارة على قفل مركزي للأبواب وحامل الأكواب ومقاعد خلفية قابلة للطبيع وعجل القيادة الخاصة بها كهربائية وتحتوي على انذار ضد سرقة وكاميرا خلفية للمراقبة وتحكم في المقاعد فيها أوتوماتيكي وتحتوي على شاشة داخلية للمشاهدة ويمكنك تنديد الكرسي الخاص بك حسب ما تريد وسقف هذه سيارة زجاجي سيارة رقم ثمانية سيارة لينكوند نيفيغارتور هي سيارة فاخرة وكبيرة الحجم تحتوي هذه السيارة على شبك من الأمام توسطه نجمة مضيئة مما يزيد من فخامة هذه السيارة ومن الداخل تحتوي على مقاعد جلدية مريحة جدا مزودة بالنظام التدفية والتبريد والمساجي أيضا أما في الخلف فالإضاءة متشابكة عبر ليد واحد في الخلف وتحتوي من الداخل على شاشة LCD صغيرة الحجم ويمكون من سبع مقاعد وليس خمس مقاعد كالسيارات العادية التي نشاهدها مما يساهل على الأشخاص والأفراد كثير العدد التنقل داخل السيارة دون الحاجة للسيارات الأخرى وفي داخلها أيضا خزانة صغيرة تستطيع وضع أغراضك بداخلها كالهاتف مثلا وفيها نظام شحن أوتوماتيكي تشحن هاتفك بداخلها عن طريق الوايرلاس سيارة رقم سبعة سيارة BMW X5 الجديدة في سيارة تشبه X3 ولكنها تختلف عنها في الشبك الأمامي أكبر حجما ولها مصابح أمامية وخلفية بتصميم جديد وفتحات تهوية جديدة ولهذا السيارة سريعة ورهيبة أيضا عن غيرها من السيارات ولها تصميم داخلي رائع حيث تحتوي على كراسي الجلدية فاخرة من أفضل أنواع الجلود ولها مقود يد أوتوماتيكي ونظام آمن داخلي أوتوماتيكي أيضا وتستطيع سير في هذه السيارة في الطرقات الرملية والشوكية ويمكنك قيادتها بسهولة في الصحراء والكراسي الخلفية للسيارة قابلة للطي السيارة رقم ستة سيارة رينغ رولف لاندرولف هي سيارة تقدم لك كل مقاييس الراحة والأمان بداية من شكلها الخارجي بفضل السقف المتحركي والمصابيح والتي تعمل بالليزر ومن الداخل تحتوي على مفاتيح حساسة للمس غير ظاهرة على عجلة القيادة وهي ذات شكل رائع يعطي انطباع الأناقة وتحتوي من الداخل على حاملاتها كوابنالية وهي متوفرة بعدة ألوان منها الأبيض والعزرق والرمادي وذلك غير نظام الراحة المعتد في الكراسي الخاصة بالسيارة عندما دهذه الكراسي تتخذ شكل سرير وتستطيع من جسدك عليها وفيها أيضا خزانة صغيرة تستطيع فتحها عند الضغط على الزر السيارة رقم خمسة سيارة فولكسفاجن راك هي سيارة متوسطة الحج من انتاج شركة فولكسفاجن ويقادر على تسلق المرتفعات ويمكنها السير على المنحدرات كما يمكنها التغلب على جذوع الأشجار الكبيرة أو الصخور أو التلال دون أن يلمس جسمها الأرض وهي سيارة تجمع بين الفخامة والراحة والتكنولوجيا والأمان ويتضمن واجهة أمامية فيها شبك أفقي عريض ومصابيح عصرية التصميم وتحتوي على فتحات تعوية أفقية في المقدمة يبدأ سعرها من 180 ألف دولار وفيها فتحة في على السقف الخاص بها ويمكن نقل خمس أشخاص فقط خلالها وفيها شاشة ترقب داخلية السيارة رقم أربعة سيارة رانج روفو فيلار وهي أفضل تصميم سيارة في العالم لعام 2018 وهي مميزة في مسجها بين التصميم والتكامل الهندسي حيث تتميز بحداثتها وتصميمها الجذاب ونظامها الداخلي المبتكرة وهي مزودة بمصابيح عمامية رفعة تعمل بتقنية الليزر ومقابض أبوابها مخفية داخل هيكل السيارة بالإضافة إلى نظام ترفيهي داخل السيارة ولها إضاءة خلفية مميزة وذلك غير مقاعد السيارة المريحة ومتقنة الصنع وأيضا غير الإضاءة الداخلية للسيارة وشاشة LCD بداخلها السيارة رقم الثلاثة هي سيارة كهربائية تستطيع شحن نفسها بنفسها عن طريق الطاقة الكهربائية بنسبة 80% تلال أقل من 45 دقيقة ويتجمع في يدائها بين السيارات الرياضية وبين السيارات متعددة الاستخدامات ويتعتبر السيارة المثدى للانشطة اليومية لاستخدام في شتى الظروف الجوية ويتعتبر سيارة ذات أداء قوي ومتواسك ومتوازن في مختلف الظروف القيادة وتوفر هذه السيارة أداء عالي وراحة كبيرة في الظروف الحرارة والبرودة ولا تستخدم محرك بنزين وتتسع لخمس ركاب ويأيضا ذات مقابد مخفية داخل السيارة كل ذلك غير التصميم الداخلي لهذه السيارة إنها حقا مذهلة ترجمة نانسي قنقر السيارة السيارة رقم اثنين هي سيارة بورشكاين وهي سيارة فخمة عادية لداء وهي ذات شبك أمامي رفيع ومصابيح أمامية بتصميم جديد وأربع نقاط من الليد ولها مصابيح خلفية متصلة ولها أقواس عجلات خلفية وبداخلها أزرار تعمل عن طريق اللمس وبداخلها نظام معلومات وبداخلها شاشة قياس وإيضا كاميرا أمامية وخلفية ونظام تحذير وينات تصميم داخلي رائع وتتسع إلى خمسة أشخاص سيارة رقم واحد سيارة رول رايز سولينا وهي عبارة عن سيارة فخمة التصميم متوفرة بعدة الألوان منها اللون الأسود واللون الأحمر وتميز بشبك أمامي طولي ومصابيح أمامية رفيعة أسفلهم حرف الأر إشارة إلى كالمترول وهي ذات تصميم فايق الجودة من الداخل وتعمل بخصية اللمس وهي ذات مقبض آلي تستطيع استخدامها في جميع الأجواء ومقاعدها مصنوعة من جلد الرائع ولونه لون أبيض وتحتوي على خزانة لحفظ أشياء كفيها وحقيبتها الخلفية تحتوي على جزء مخفي بداخله وذلك مقاعد أخرى تستطيع استخدامها متى تشاء إنها فعلا سيارة مديشة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر